فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريضة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريضة وهذا مثال ثالث ساقه الشيخ رحمه الله في اختلاف التنوع اختلاف التنوع وأن كل من الطائفتين على حق وأن له الثنى من الله سبحانه وتعالى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الأحزاب من الكفار لقيادة أبي سفيان وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون القضاء عليه وعلى دعوته ونزلوا على مشارف المدينة ومعهم القوات والجنود وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حفر خندقا حول المدينة فلم يستطيعوا الدخول إليها بخيلهم وانتهت القصة بأن الله رد الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا فأرسل عليهم الريح التي اقتلعت خيامهم وحصبتهم وأنزل الملائكة فأفزعتهم في قلوبهم فما استطاعوا البقاء ورحلوا خائبين وسلم الله المسلمين من شرهم ولكن بعد الابتلاء والامتحان الشديد والكرب العظيم الذي نزل بالمسلمين لكن فرج الله عنهم عند ذلك أمر الله رسوله ألا يضعوا أسلحتهم حتى يغزوا بني قريضة لأنهم خانوا الله ورسوله ونقضوا العهد وانضموا إلى الكفار في حين أنهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يدافعوا عن المدينة من أرادها بسوء نعم فلما جاء من يريد المدينة بسوء خانوا العهد وانضموا إلى العدو فالله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أن يغزوا بني قريضة بعد غزوة الأحزاب مباشرة وقال صلى الله عليه وسلم وهذا هو محل الشاهد قال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة حي من أحياء المدينة فحانت صلاة العصر وهم في الطريق فبعضهم نظر إلى أن القصد هو الحث على المبادرة وليس المعنى ظاهر اللفظ ليس المعنى هو ظاهر اللفظ أن لا يصلي أن أحد إلا في بني قريضة هذا ظاهر اللفظ ولكن معناه المبادرة الحث على المبادرة وليس القصد إيقاع الصلاة في مكان معين هذا رأاه بعضهم ولم يصلي إلا في بني قريضة عملا بظاهر النص بينما البعض الآخر قال إن غرض الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحث على المبادرة وليس معناه أنه لا توقع الصلاة إلا في بني قريضة وتؤخر عن وقتها لأن الله قال وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإلى حان وقتها تؤدى فصلوا في الطريق فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صوب كلا من الطائفتين لأنها أخذت بوجه من وجوه الدليل هؤلاء أخذوا بالظاهر وأولئك أخذوا بالمعنى بمعنى الدليل فصوب النبي صلى الله عليه وسلم كلا الطائفتين فدل على أن الاختلاف التنوع أنه لا يضر وأنه لا لوم على أحد من الطرفين ما لم يتبين أن الطرف الآخر مخطئ فيرد للصواب ويكون مأجورا على اجتهاده